اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه قصدوانا القديمة اللي استعملوها عيس الحكومة الصابق وقتها بعد العيام الإضراب بالعمس بعض المسؤولين ها نقطعون لكل غدا نقطعوا وقع المغالبة كلهم يعانون نقطعون ها نقطعوا شهر لكن الله قدام المساهمة تغير العوضاع وبعض منهم قال لهم الله ما تصبوش كل شي مضرب راكي اللي بيت البارك بالليل ليلة وليلة الخدر أصبوها راه بات سميت وراما ساة عشيج اه ما لندخل فيها كل مجد العرقام قرار وقرار نضالي تخلط الكوفيدرالي الدمقراطي الشوق جوابا أولا على المعاناة ليس فقط طبق العاملاء ولا الوضع ولا إخوة الله يبني بالشاكل تدخل نقبة نقبة ما يدخلها من ولا هو جواب هو جواب على الوضع الاجتماعي متعزم ومشي وليد يوم ولن مقبل دائما من الحكوميين وإطناع القرار في كل عزمات نسعى خطار العدراهات الصغطولية للحظة الأوكرانية أو لغات التبريرات لا هناك سياسة لا اجتماعية تتخذ من طرف الهكومات هناك زواج مال والسلطة إبلاد هو سبب الكوارك اجتماعية هناك امتيازات تمنح في كل قوانين المالية لأرباب العمال وليكم شامل المحس ماليين وهم بلعق اليوم العديد من التقارير فاستطحهم تضل الأزماء هناك أزماء دائما المواطن في قلبه الموضة العاقل والعالمي وليخصو يحكي الأزماء هذا التقبير سيء تقبير لكن أسباب الحقيقية هي موقع التقارير أن هناك من استغل هناك تشعر العزمات وهناك احتكام وهناك المضاربات من جلش من النواش منهم المضاربين هم يدركون أين يوجد اقتصاد الريح وإين تجاد المضاربات وإن يجاد اقتصاد وإن يجاد منابع الفساد في المغرب لو كانت العمدة السياسية لو أبخلت الخزينة العامة من الفساد عن الملف الفساد الخام ومعات مليار من ناتج داخل الخام خمسين مليار يد الامير كانت تمول تقع وكانت تقسم الأجور المواطن المنظفين لكن العزف ليس هناك عمدة سياسية إذن ما قمت بالكونفيرارية التلقاتية الشغل ليس خرج قرار العدراب العالم بل نحن أولاً مسئلة اتجاجية لإخداث الكونفيرارية التلقاتية الشغل من أجل فرض احترام الانتزامات الاجتماعية والحرية المقابية وبعد وهذا كان تلقاش لهم وتقت عند الحكومة فتقصد بعد اعتبار ارتزاماتها وستضمنها في قانو المال لكن العزف قانو المال دات سنة استمر في نفس المنحة في تقديم هذه الانتيازات في أرواب العمل وللمحتكرين ولم يقدم أي شيئ لطبق العاملة فرأسنا رأيس حكومة الأفرالي به لهذا الوضع وعمل بعد التجاوب طرينا نأخذ مسيرات اقليمية احتجاجية لصدر صدر هذا الحق بالاحتجاج بالتعبير في واحد مستوري بالحق كوني واستمرت الكونفيدرارية الدمقاطية الشغل دائما في التحضير لحركات احتجاجية من عجل فرضي مطالب فرضي لجوء على الحكومة الاخترا والانتزامات ماذا تضمن الاتفاق وانت تطبيق من صحافة من مؤمنين من مواطنين اطالوا على علاج وشقعات كونفيدرارية الدمقاطية وقعت على اتفاق التي نغري وكان منصوص فيه زيادة عامة في العجور ومراجعة اتضاريبة اشتر للضاريبة عن طقل من عجل العدلة الجبائية وايضا خلق او درجة جديدة لكل مطالب جميع القطاعات وايضا لحل النزاعات اجتماعية اليوم العديد من النزاعات اجتماعية لعاد العاملات العمال المشططون بدون العجل التي متسلحة من طرف حضار العمل ومنصوص على الأعزم ضعي المتاق الحوار الاجتماعي في المعسيزة ليس فقط الحوار هو منصوص بشار عبريلي وانطلاق بشار سبطون الحوار هو هو التجو السريع مع المطالب في المواطنين هو احترام التزامات في الاتفاقات وتعاقبات اجتماعية لدول الحوار اجتماعي لن نقبل ولن نسمح في اي نطبع تركنا عليها ونقت عليها كمفراني الديوطاط للشوف لن نقبل باي تراجع يمس من في التقع عكس بتاعة وزير المالية ليس هناك حلول سهلة هناك حلول في طبع الحال لو عما دولة اتلاق المشعاب دولة اجتماعية دولة اجتماعية هي تعليم يا الصحة الخدمات العمومية يوضفوا الجيد من المعطالين اليوم اليوم متواجدين في الشوال يعني قدموا باش يكون مداخل في الصندوق ما يتتقعوا وعباب العمل ايضا يصرحوا بالعمال لان هناك جراعي ترتكر من طلب عرب العمال لعدم تصريح بالعمال في الصندوق وقد يصرحوا جميع العمال على الاقصى ناضع ستحرك توازنها وعلى الدولة ايضا عن توقف اصطام الميزانية لعن جزء من تمور الصندوق ولا يمكن التقعود ان يعدي ثمنه والمؤضاف والعجيب والرفع من السين والرفع من زيادة في المسلمات وتقريز المعام اذا هذا من الملاقب واضحة لكم فترانية المخاطية الشرش نسبة المعيشة للقصى او نسبة انتخال قصى يمكن لكم وهذا التقرير لم يعرف تعريف القصة المغرب معاناة حقيقية مدعاة في الوطنية كل شيء سلمي هناك معاناة تراجع للمعيشة هناك ارتفاع المشفى بطلب هناك عدم ارتفاع المواجهة تكاليف المعيشة برمال احرار ان المواطنين يمكن وجدوا الاماة العديم واصحاب هناك خقابة تصور وضعا اجتماعيا سيئا لا يمكن تصدار حتى السنة مقبلة لا متمم لحكم ان تحمل مسؤوليتها واذا لم تتحمل مسؤوليتها فالكون فدرانية بمتحدة شغل ستواصل معاناة مقرارية بكل الوجهة هناك ايضا لاننوذها بكل جهاز الذي دعامت وسندت طرار العظام العام اما المخارب سألون على مواقف المقرارات ومفدرانية ستتوج يوم الخميس الى الحوار الشبعي اذا كان هناك ما يفرد احترام الاتزانات والتجاوب مع المطالي بغير المواطن وغير طبقة العاملة سيكون الحوار مستمر إذا لم يكن هذه الأزمة الاجتماعية ستتقلوا الى أزمة الحوار الشبعي شكرا على حضوركم وشكرا على نظامكم وإنما معي الإقراض بالليار في السعاد وفي الشوائع الحوار اشتركوا في القناة